النهاردة قلت في المقدمة انه اداء الاهلي هو اللي زعلنا النهاردة اداء حلوة اوج فالنتيجة مش مع الاداء فتحس بالقاهرة كده اللي هو انت كان قريب اول انك تكسب وعمل مباراة حلوة قدام فلمانجو البرازيلي وبعد كده زي ما حصل في الهام مدري التاكت خطفت بأخطاء فردية خلصت المباراة رايك ايه هي كمان يا كريم المشكلة الهزمتين بذكر عالي شوية وناد الاهلي مش بتعود على ده وغير الاداء وغير الاداء تاني حاجة انت يعني كنت انت داخل بأمل يعني انك انت ممكن تعمل حاجة في البطولة بدأت البطولة كويس وده يمكن احنا قلنا في البداية ان اول مطش مهم جدا في البطولة وعملنا مطش كويس واداء كويس ومطش ساتل بتاع امريكا بار نفس القصة ومهو اوكلند كان الاولاني فخلاص انت الطموح زاد قوي احنا عندنا مشكلة كبيرة جدا وده اللي انا قلت لك أبريكا يا كريم ان التنظيم البطولة ظالم فعلا انك انت بتيجي ببطل اوروبا بيخش على سين فاين على طول انت كمان مش اعرف لو احنا كنا قابلنا فلمانجو في مكان ريا مدريد انت لالي كان هيكسب وهيوصل لكن هيا المشكلة كبيرة انك انت قابلت انه لي كبير عنده طموح كبير عنده حلول كتيرة جدا عنده خبرات وعنده على المدريد فكسبت يعني اخسرت وهو كسبك وبعد كده خلاص انت بالنسبة اللي عيبت النادل الاهلي بدلا ما كان عندك انت طموح فاكر قابل كده وان بندخل البطولة عايز تاخد اي مدالي وخدناها تلتة مرات فتحس ان الناس ما بقتش عايزة تالت عايزة تخش في اول او تاني طبيعي يعني دهب او فضل الطموح بيزيد اشتركوا في القناة